السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد نجح ليفربول في الفوز على نظير ويست برويتش بصعوبة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد دمن الجولة الستة وتلاتين من الدور الإنجليز الممتاز وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة سجل إليسون بيكر حارس ليفربول هدف الفوز للردز برقصية رائعة سكنت الشباك بعد كرة عرضية من أرنولد عبر ركلة ركنية دموع إليسون اليوم بالفوز أصبح إليسون بيكر منذ إنشاء نادي ليفربول عام 1892 أول حارس في تاريخه يحرز هدفاً الأول في البريملج حيث سجل إليسون هدف الفوز برأسه لفريق ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع على ويست برويتش اليوم الأحد في الجولة الستة وتلاتين من الدور الممتاز لكرة القدم وقال إليسون في تصريحات عقب المباراة على رأسيته المتقنة اعتقد إنه واحد من أفضل الأهداف التي رأيتها ترجمة نانسي قنقر